خبر آخر وبعد اتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية للوقاية من العدوى بفايروس كورونا عقد المهندس مصطفى الصياد نائب وزير الزراعة للثروة الحيوانية والسماكية والداجنة اجتماع مع مدري مدريات الزراع والطب البغيطري على مستوى محافظات الجمهورية ناقش الاجتماع الأسس التنفيذية للبدء في أعمال حصر الثروة الداجنة بكافة أنشطتها لاستكمال قاعدة البيانات طبعاً دي خطوة مهمة يمكن بتعكس أهمية حصر قواعد البيانات في الانتاج الداجني من أجل اتخاذ القرارات السليمة والصحيحة في الأوقات المناسبة اعتقد ما فيش أنسب من هذا التوقيت بالنسبة لي جمع أكبر قدر من البيانات الممكنة وده طبعاً في إطار توفير كل أوجه المساعدة لصغار المربيين والدعم اللازم للمزارع النظامية طبعاً تم تعميم نماذج إلكترونية على المدريات بكافة المحافظات لتسهيل عمليات الحصر والحصول على بيانات مدققة شاملة وإحداثيات المواقع خلونا المزيد من تفاصيل أنضم إلينا عبر الهاتف دكتور طارق سليمان رئيس قطعة المينة الثروة الحيوانية ودقنا في وزارة الزراعي دكتور أهلاً بحضرتك أهلاً بحضرتك أهلاً بكل أستاذ المشاهدين وكل عام وحضرتكم بكير وكل يوم ومصر أفضل وأجلل يا ربي يا دكتور خلييني أسأل حضرتك عملية الحصر الإلكتروني اللي بدأتم فيها إيه أهمية هذا الحصر الإلكتروني وإيه الألية لحضرتكم ماشيين فيها بالفعل لإتمام عملية الحصر أصلاً وأعتقد أن دي مسألة مش سهلة يعني بسم الله الرحمن الرحيم والله أحمد لنا أستبرات في عملية حصر الإلكتروني الحيواني عموماً ويمكن كان حوالي ثلاثة أو أربع أشهر حصر الثروة الحيوانية جناير عشرين 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 وده تم في ست أسابيع بمشاركة قطعة المينة الثروة الحيوانية والفاجلة والهيئة العامة للشدمات البيطرية ومدريات الزراعة على مستوى الجمهورية تماماً وعشرين مدرية مديرات الطب البيطاري برضو على مستوى الجمهورية والإدارات الزراعية والأخدات البيطرية والجمعات الزراعية بالأول مرة بيتم بالتوازي ما بين كل هذه السرق والقطاعات والعيئات كان فيما صبت بيتم الحصر سنة من قبل الإخوة الأستاذ المونسين الزراعيين وسنة بيتم من خلال الهيئة العامة للشدمات البيطرية ولكن كان توجه بتعليمات معاني وزير السلام القصير والستاذ النائب مصطفى السياد للصور الحوالية والسلماتية والدجنة أن يتم التعامل والتنفيق والتنافع المديني خليني أسألك يا دكتور إيه الاستفادة اللي راجع على الوزارة والاستفادة اللي راجع على صغار المزارعين بعملية الحصر دي وهل حضراتكم بتسعوا ولا ممكن صغار المزارعين يتواصلوا معاكم علشان يكونوا ضمن معلوماتهم عند حضراتكم إلكترونيا نحن نتكلم عن حصر صروة حيوانية أو صروة دي جنة نحن الهدف الأساسي هو مساعدة صغار المربيين ودعم المزارع النظامية نحن نلقف على مسافة واحدة سواء كان صغار مربيين أو مزارع النظامية وإحنا لما بنقول بنحصر إذا بنحصر من مزرعة لمزرعة من حظيرة للحظيرة من عنبر لعنبر ما بنسيبش حاجة خالص سواء كان صغار مربيين أين كان انطاقة بتاعاته في كافة الأنشطة سواء كانت بجاج بياد تسليم رومي بط معامل تسريس مجاجر وحدات عيادات بيطرية الغرض الأساسي برضو نحن نقدر نكون عندنا قواعد بيانات إلكترونية سليمة وخلالنا نتفق لما يبقى عندنا قواعد بيانات صحيحة سليمة نقدر بناء عليها نستخدم القرارات السليمة في الوقت السليمة وفي الوقت المناسب وهمنا ساعتاً لنحن مش هيكون فيه إجراءات أبداً لنحن عملية لو كان فيه احتياج للإصراض هيكون مش عشوائي وعلى فكرة حتى الحمد لله تعليناً نحن على أعتاب الإجتفاء الآيات من البياد وبالفعل نحن الحمد لله محققين وصلت الفكرة يا دكتور بشكر حضرتك شكراً جزيلاً دكتور طارق سليمان رئيس قطاع تنمية الثروة الحيوانية والدجنة في وزارة الزراع اشتركوا في القناة